الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد هذه كلمة شكر وكلمة حق في فضلة الشيخ الدكتور معالي الشيخ عبداللطيف أهل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في المملكة العربية السعودية بالذات هذه الأيام وهو يتعرض لحملة شرسة من الإخوانجية وأذيالهم وأذنابهم واحد أظنه كويتي مطلع له فيديو يكذب فيه على معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف أهل الشيخ ويقول أن الشيخ عبداللطيف أهل الشيخ بيصف سماحة الشيخ ابن باز وابن عسيمين بأنهم أصحاب هو وده كلام كذب على معالي الشيخ عبداللطيف أهل الشيخ لأنه عرف عن هذا الرجل العلم والمعرفة وحب العلماء والدعوة لكن الإخوانجية والتكفيرين لأنه الدكتور الاسمه سعود مين ذاته الكويت ذاته أصلا تكفيري خارجي سروري بيكذب على معالي الشيخ عبداللطيف على الشيخ لأن الشيخ عبداللطيف هو من أقوى العلماء والمشايخ المحاربين لجماعة الإخوان المسلمين جماعة الخارجية الإرحابية المتطرفة ومن أقوى المشايخ والعلماء الذين نشروا المنهج السلفي الصحيح وكل الناس وكل العالم يشهد له بذلك لكن ديل حقدوا عليه وحسدوا عليه لأنه بفضل الله سبحانه وتعالى عليه حسم مادة الإخوان المسلمين وحزب الأخوان المسلمين في المملكة العربية السعودية ومن ثم حسمت مادة هؤلاء الخوارج الإرهابيين في كثير من أقطار العالم حتى كده حقدوا عليه فبيقى يصفوا بأوصاف مرة يقولوا علماني وده طلع بهين برضو التكفير السروري ده يقول إنه عبداللطيف والشيخ ده زي ما قال هو إنه يطعن في الشيخين بنبازو بن عثيمين ومعالي شيخ عبداللطيف هو اللي ينشر كتب سماحت الشيخ بنبازو فضيلة العلامة بن عثيمين عليه رحمة الله سبحانه وتعالى ونحن بنا ندافع عنه لأنه من ذبى عن عرض أخيه المسلم ذبى الله عن وجهه النار يوم القيامة ولأنه يستحق الشكر والثناء والمعاونة والوقوف معه لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله وبعد ذا نحن ما بنعتقد فيه العصمة إنه نبي معصوم أو رسول معصوم لا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لكن الرجل الرجل من العلماء ورجل يعني حاسم لمادة التطرف والغلو والإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم وناشر للتوحيد وهذا يكفيه يا أخي فخرا لأن التوحيد دعوة الرسل شكد ربنا سبحانه وتعالى قال وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتْتَنِبُوا الْطَاوُوتُ كيف لا وهو من أسرة آل الشيخ من هو الشيخ؟ هو محمد بن عبد الوهاب الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى هو والأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان لهما الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في نشر التوحيد في جميع أنهاء المملكة العربية السعودية كما تسمى اليوم نشر التوحيد وحاربوا الشرك وهدموا القباب والأضرحة في قلوب العباد قبل أن يهدموها في الأرض فانتشر التوحيد وإضمحل الشرك وظهر هذا الخير العظيم الديني والدنيوي في المملكة العربية السعودية إلى هذا اليوم والله ثم والله ثم بالله ثم طالله الآن السعودين بل كل المسلمين في العالم مدانين لهذين الرجلين بالدعاء لهما الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وعلو المنزلة لأن دي الناس نشروا التوحيد وطبقوا وألفوا الكتب كما ألف الإمام محمد عبد الوهاب ونشرت وأسرة الإمام محمد عبد الوهاب إلى اليوم إلى اليوم مش تخرج أهل السنة والسلفين فحسب لا تخرج العلماء الربانيين الذين ينشرون التوحيد والعقيدة الصحيحة من خلال دروسهم ومحاضراتهم وكتبهم والواقع يشهد والعلماء يشهدون على ذلك فالرجل رجل خير ورجل دين ورجل من أهل العلم لكن حسده وأولئي الإخوانجية قبح الله وجوههم جميعا لأنه حاربهم بالعلم والحجة هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم